توجه استثماري مكثف صوب الصناعات الميكانيكية وتحديدا الصيارات وتساؤلات كثيرة عن غيب الرائد سيفيطال من قائمة الراغبين الرئيس المدير العام للمجمع يفصل في الخيار ويركز اهتمام المؤسسة على المناولة بدل صناعة الصيارات ويعلن عن دخول مصنع كاب جنات لقطع الغيار وفودر الفولاذي الصناعي الخدمة مطلع 2017 سيارة تحديدا الصناعية تجربة استثمارية استثنائية يخوضها مجمع سيفيطال من حيث نوعية النشاطات التي ظلت أبرزها الصناعة الغذائية والزجاج وبعد تحقيق الاكتفاء المحلي من الزجاج المسطح مركب الأربعاء يفتح خط إنتاج بطاقة 1400 طن يوميا توجه 60% منها للتصدير مع الزجاج المسطحات التشاركيات المسطحات التشاركية يسعد ربراب وعقب لقائه بالرئيس البرازيلي يوقع جملة من المشاريع التنموية تمثل علامة سيفيطال اليوم الجزائر في 28 دولة عن طريق 186 ممثلا دولي في أوروبا وأمريكا اللاتينية وفي المخطط توسع حيوي في إفريقيا